موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم اعلن الجيش الوطني اليوم احباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الارهابية في الريف الغربي لمدينة تعز بالتزامن مع اشتباكات جنوبي المحافظة وقال المركز الاعلامي لمحور تعز في بيان ان قوات الجيش والمقاومة احبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي بجبهة العنين في جبل حبش غربي تعز وبالتزامن خاضت قوات الجيش الوطني اشتباكات عنيفة في جبهة الصلو جنوبي المحافظة جدد نائب رئيس مدس القيادة الرئاسية لواء سلطان بن علي العرادة تمسك القيادة السياسية بخيار السلام وأكد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف ضاغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة في الشأن اليمني والتوقف عن دعم ميليشيا الحوثي وتمويل أنشطتها الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وبحث اللواء سلطان العرادة مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم آخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني واستمرار التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي إن النظام الإيراني مول ودرب ميليشيا الحوثي كمثيلتها من الحركات الإرهابية والعنصرية بغرض نشر الفوضى وسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها وأشار مجلي في كلمة الجمهورية اليمنية بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا إلى أن اليمن يعيش أوضاعا استثنائية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب التي شنتها على الشعب اليمني وأكد مجلي أن إيلاء قضايا الدول التي تعيش مرحلة الصراع أولوية خاصة والبحث عن حلول تتوافق مع احتياجاتها الملحة يشكل حجر الزاوية لتحقيق أهداف هذا المؤتمر وقال إن ضعف التمويل يشكل تحديا كبيرا أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وأعرب مجلي عن ثقته في أن يساهم المؤتمر في تلبية احتياجات البلدان الأقل نموا ودعم مسارات إنجاز تنمية مقبولة خلال السنوات القادمة كشف مصدر يمني مسؤول عن ترتيبات لاجتماع بشأن ملف الأسرى بين الحكومة وميليشيا الحوثي برعاية أممية في جنيف وقال مسؤول يمني رفيع للشرق الأوسط إن الاجتماع المرتقب في العاشر من مارس سوف يحيي الاتفاقات السابقة ويوضح كيفية المضي قدما وأفاد المسؤول بأنه لا يوجد حتى الآن أي أجندة واضحة أو دقيقة ولا يوجد تقارب بشكل كامل بل هناك مجرد ترتيبات لعقد اللقاء قال وزير الخارجية وشؤون المغتربيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن استمرار ميليشيا الحوثي في تبني نهج العنف والارتهان للمشروع التوسعي الإيراني يعيق السلام في اليمن والمنطقة وأكد وزير الخارجية خلال لقائه وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة حرص الحكومة اليمنية على الوصول إلى سلام شامل وأشار إلى رفض ميليشيا الحوثي تمديد الهدنة واستمرارها في الانتهاكات لكافة الاتفاقيات والالتزامات المتفق عليها أصيب أمين عام اتحاد كرة القدم بمحافظة إب طلق ناري أثناء اجتماع مغلق بحضور قيادات حوثية وقالت مصادر محلية إن أمين عام اتحاد كرة القدم في محافظة إب أمين غياث أصيب برصاصة مجهولة في اجتماع لقيادات تربوية وحوثية في مجمع السعيد التربوي بمدينة إب وأوضحت المصادر أن غيات سقط بشكل مفاجئ أثناء الاجتماع الذي كان في صالة مغلقة ليتضح أنه أصيب بطلق ناري من مسدس كاتم للصوت أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان على أهمية تدخلات المنظمات الدولية لتلبية احتياجات السكان الذين يشكلون كتلة بشرية كبيرة ونوعية وأهمية جيوسياسية وشدد على ضرورة أن تكون تعز حاضرة في المفاوضات أو أي تفاهمات للهدنة وخصوصا كسر الحصار وتخفيف معاناتها الإنسانية وبحث شمسان مع فريق مجموعة الأزمات الدولية الأوضاع الإنسانية والاحتياجات والتحديات التي تواجه السكان بالمحافظة من جهته أكد رئيس مجموعة الأزمات الدولية الفريق أحمد ناجي أن الزيارة تهدف للتعرف على الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار ومعاناة المدينة جراء الظروف الراهنة وللطلع على ملفات الطرق والتحديات التي تواجه المحافظة بشكل عام أعلنت الحكومة اليابانية اليوم تقديم منحة نظافية طارئة بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي استجابة لأزمة الغذاء في اليمن وأوضحت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيان أن المنحة الطارئة تهدف إلى المساعدة في تحسين الوضع في مجال الغذاء وستوفر مساعدات غذائية للشعب اليمني عبر برنامج الأغذية العالمية أشهد قائد محور الغيظة اللواء محسن مرصى بالجهود التي تبذلها قوات خفر السواحل والقوات البحرية المرابطة في ميناء نشطون في مكافحة الأعمال غير المشروعة بشتى أنواعها وشدد على رفع اليقظة الأمنية في الميناء ومكافحة أنشطة التهريب والأعمال التي تهدد الملاحة البحرية جاء ذلك خلال اطلاعه مع رئيس مصلحة خفر السواحل بالجمهورية اللواء خالد القملي على سير العمل الأمني في ميناء نشطون والتحديات الماثلة أمام القوات المرابطة في الميناء نظمت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المهرة حملة توعوية حول الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت مديرة إدارة التنمية المرأة بالمحافظة لبنى كلشات إن الحملة مستمرة في عدة مديريات لصناعة الوعي المجتمعي وحماية خصوصية الفتيات من الاستخدام الخاطئ لمنصة التواصل وأشارت إلى أن نساء المحافظة كانت بحاجة لمثل هذه الحملات بعد أن أصبحت الهواتف الحديثة تغزو المنازل في ظل غياب الوعي حول الطرق استخدامها وتجنب المخاطر ونتائجها الكارثية هنأ التجمع اليمني للإصلاح في مديرية شبان بمحافظة حضرموت نادي اتفاق الحوطة بفوزه ببطولة كأس حضرموت السابعة بعد فوزه في المباراة الختامية والتي جرت عصر الجمعة الماضية على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون مع فريق شعب حضرموت واعتبر الإصلاح تحقيق نادي اتفاق الحوطة للبطولة إنجازا يضاف لسجل النادي والذي جاء نتاجا لثمار جهود بذلتها إدارة النادي في تحسين أداء اللاعبين وبمساعدة قوية من مشجعي ومحبي النادي دشينت في محافظة شبوى فعاليات حملة التحصين ضد شلال الأطفال والتي تأتي برعاية وزير الصحة الدكتور قاسم بوحي بح وبدعم من منظمة الصحة العالمية واليونسف وخلال التجشين دعا وكيل المحافظة علي الكندي دعا الجميع للتفاعل والتجاوب مع الحملة والدفع بأبنائهم نحو فرق التحصين المتنقلة والثابتة لأخذ الجرعة اللازمة من التحصين ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحي بحي اليوم مع مستشار صندوق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونسف الممولة عبر البنك الألماني شكار التدخلات في القطع الصحي وأشد وزير الصحة بالتعاون المتميز بين الوزارة واليونبس وأشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة من قبل الوزارة وتوفير ضمانات الصيانة والتدريب والتشغيل نفذ طلاب مدرسة ثانوية حسان بن ثابت حملة نظافة لسواحل منطقة خيصيت السياحية في مديرية حصوين بمحافظة المهرة تأتي تلك المبادرة في إطار الحملة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة والتي تستهدف السواحل والمواقع التي ترتادها الأسر والعائلات للنزهة خلال الإجهازات طلع وزير التربية والتعليم طريق الأكبر على برامج وأنشطة أكاديمية الموهوبين في سيئون وطف الوزير الأكبري في أقسام ومعامل وقاعات الأكاديمية المتضمنة الروبوت التعليمي والشطرنج والخط العربي والفن التشكيلي وجيمس للعلوم والرياضيات وغيرها من الأقسام التي تسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين وفق آليات وبرامج علمية وعالمية دشنت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية بمحافظة مارب مشروع توزيع 100 توك توك نقل بتمويل من وقف الديانة التركي وتنفيذ مؤسسة البادية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظتي مارب وحضر موت وشمل المشروع توزيع 60 توك توك بمحافظة مارب وأربعين آخرين في محافظة حضر موت ويستهدف المشروع 100 مستفيد من فئة المعاقين والعاطلين عن العمل في محافظتي مارب وحضر موت ومساعدتهم على تحسين سبل العيش لهم ولأسرهم ومساعدتهم نفسيا بإعادة الثقة إليهم وممارسة حياتهم الطبيعية دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة